شخنا هذا أخونا يسأل سؤال تاريخي نعم أو متعلق بكتاب تاريخي يقول توفر لي كتاب دايا والنهاية لدار هجر وبن كثير أيهما تنصحني باقتنائه الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولاء أما بعد أنا أنصح من كان عنده أحد الطبعتين فليستغني عنها أو بها عن الأخرى لأن الفوارق شيء قليل لا يذكر لكن طبع الداري بكثير ليعلم أن الطبع الأولى والثانية والثالثة والرابعة كان فيها ساقطة ملزمة كاملة من أظن المجلد الثامن أو شيء من ذلك فلو تنبى لهذا واستدركت من الطبع الخامسة فما بعد استدركوا هذا الخطأ فلينتبه الإنسان لهذا وإلا هي طبع متعوبة عليها طيبة جيدة وطبع الدار هجر ممتازة هناك حتى وإن كانت الحقيقة مواضع قليلة ليست بكثيرة القراءة في طبع الدار هجر أصوب من القراءة التي في طبع الدار بن كثير مع أنه هناك لأنه هذا قام بفريق علمي هناك طرح حقيقة بفريق علمي يعني قام عليها وكلاهما قد خدم الكتاب من الناحية الفهارس العلمية أيضا فيشكرون عليها أنا أنصح الإخوة من عنده هذه الطبعة خلاص يكتفي بأحد هذه الطبعتين عن الأخرى ولا يكرر الطبعة ما فيه جود الطبعة مع أن طبعة الدار بن كثير جاءت بعد طبعة دار هجر إلا أنه ليس فيها زيادة عن طبعة دار بن كثير يعني حتى يقال بلجوم أخذية أو اغتناية أو شيء من ذلك نكتفي بأحدهم والحمد لله هذه نعمة أن تكون عندنا مثل هذه الكتب التي تعتبر أصول ومطولة وعندنا أكثر من خيار فيها يعني أحيانا إذا تساوت الطبعتين في الجودة نقول لهم خذ الأرخاص وإذا كده أريح أو أطلب ما هو يوزع في بعض الجهات ترى توزع أحد الطبعتين يعني اللي يجي بالمجان ترى أحسن لك يعني طبعت بكثير من الطبعة الأولى إلى الرابعة ملزم السقطة هل رفعت على النيت بحيث اللي عنده هذه الطبعة؟ والله هم وعدوا بذلك الحقيقة أصحاب أخواننا في دارة بكثير وعدوا بذلك وأظنهم فعلوا ذلك وصار حتى ينتشر عبر الواس وكذا عن طريق ملف يعني يرفع وشيء من ذلك ولم يبخلوا بهذا وما عارفونه هذا سقط يعني حدث خطة طباعي يعني ولا موجودة ما سقط من في حالة طباعة وإن شاء الله أنه مرفوع من بحثها يهدى إن شاء الله والإخوة تداولوها ترى في المواقع ورفعت على النيت في كثير من واقع فهي موجودة إن شاء الله مبذولة أو اللي ما يعرف خاطب الدار ويعطوه إياها بمجان